اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيك شو بنا نجهز اليوم قبل ما ندخل في عالم الفن كمان نسمع عن فن الطبخ بما ان مطبخ متخصص في الاكلات الفلسطينية فبنا نطبخ اكلة فلسطينية قديمة عدس وقرع جلاتي اكل مفيدة نباتية كلها من الارض فلازم تتعودوا علي بس اللي حكيتي عنه ايش النوعية هاد شو بسموه ارع ايش جلاتي هذا مش هو نفسه اللي بيسولها الحلو بلا هو مفيد جدا مفيد جدا فعشان هيك اجدادنا كانوا كتير يستعملوا في الطبيق رائع جدا لكان هيك رح نتابع اول في اول كل اشي بسير في مطمخ صبحنا غير بما يخص القرع والعدس المفيد جدا يلا يا بسين يلا بسين ننطلق اول شغلة كانت حلوة كتير حبيتها تكريم فايزة احمد ومعلومة حلوة انه فايزة احمد اصلها من صيدة فاكيد يعني بهي الحريري النائب بهي الحريري هي كمان من صيدة كانت موجودة غاد باول صفت مع كل السياسيين والنقاد وكل هاي الشغلات والنجوم اللبنانيين والعرب بمبادرة من وزارة الثقافي اذا كانت مصرية او لبنانية تكريم فايزة احمد بصوت طبعا مغنية الابرا بدار الابرا المصرية رد وسعيد فكان اشي كتير حلو انه كمان نسمع اغاني فايزة احمد بطريقة عصرية مع الاركسترا اللبنانية كمان الوطنية الشرقية ويقدم شغلها الادراقية لفايزة احمد تكريما لبنت بلدهن بنت صيدة فايزة احمد يعني انا قلبي ليك ميال عدوها يمكن خمس مرات وغيرها 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 الناس طلبت كتير مقاطع يما الامر على الباب يعني فايزة احمد بس بس تسمع هدول الاغاني بترجع بالذاكري لكل حتى افلامها اللي يعني قليل هي بس ادت كتير فيها اغاني رائعة فحلو كتير انه تكريم فناني راحلي بمدينتها من اهل مدينتها صيدة لفتي حلوة جميل جدا وانا من عشاق حبيت الفكرة كمان باختتام يعني مهرجانات صيدة هاي بالنسبة لاختتام مهرجانات صيدة ننتقل لها مهرجان جوني جوني بدورته التانية لانه هذا المهرجان يعني كان يقوله انه وطبعا رجال اعمال اتنين انه سايروس من عيلة سايروس انه كان يقوله انه بنجح بنجحش بيصير عالمي ظاهر انه راح يصير عالمي هاي الدورة التانية مشاركة رائعة راح تكون ليسرى لبشرة لمنزكة باوبريت راح يكون استعراض موسيقي عم بتمرنه عليه حاليا بمصر ولكن راح يتم بمهرجان جوني غناء هذا الاوبريت الكبير بمشاركة كمان مثلا شيرين رضا كتير من الفنانين اللي ما غنوش ولا مرة ممكن او ما عندهنش خلفية فنية غنائية مثل مثلا يسرى راح يشاركوا كمان بهذا الاوبريت فحلو كتير انه كمان نسمع شو راح يقدموا هالفنانين الكبار جميل فرعنا فضول نستنى ونسمع جميل هذا اذا فيما يخص مهرجان القونة وبمبادرة الاخوين سايروس سمنت قال لها تصريحات هاني شاكر نقيب الفنانين يعني هاني شاكر بأبرس كان له حفلة بعد الحفلة مثل تقول استغلوا وجوده هناك مؤتمر صحفي فهو بلش يحكي عن جديد ووعد مني حلوة اغني زي ما عودنا يعني بكبرش 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 وصوته كلما كبير كلما بصير كمان رومانسي اكتر هدوء غير شيء يعني اذا بتسمع حتى وبتشاهد الفيديو كليب لو وعد مني وعدنا وفا مظبوط يعني غلطة مثلا كل هايك شغلات اللي بتضلها نسيانك صعبة اكيد هاني شاكر لو بتحب حقيقي صحيح يعني حتى لو كانت اقاعات سريعة ولكن اللمس الرومانسي وهناك استغلوا وضعه هناك عم بيحكي عن جديد وسألوا هيك انتي كنقيب الفنانين شو رايك بل عم بيصير عالساحة الفنية سؤال يعني معروف بلش يقولين اول شغلة سوبرمان ساميرا السعيد وين رايحة ساميرا السعيد مع سوبرمان يعني انتقادات كانت انه بمحلها يعني وين القاني بعد يومين وين مش حتنازل عنك بنصحة نصيحة مباشرة بمؤتمر صحفي لساميرا السعيد الديفا المعروفة ارجعي لخطك الاول نصيحة مني انا حبيت نصيحته انا موافق معه لانه سوبرمان شوي مش هالقدي بنفع اختلف ساميرا سعيد حدا من اللي بيحط خطوط ربما للمرحلة خطوط في الشكل خطوط في اللون الموسيقي والطابع الموسيقي من خلال تعاونها مع موسقيين كمان كثير كبار وحادثين مضبو دائما يمكن بعد خمس سنين او عشر سنين نقول والله سوبرمان حلوة صحيح بس انه اذا بتسمع كمان القاني بعد يومين الموسيقى اداءها بس هين بعد عايشة هاي الاغاني لليوم قدر شهر لتلتين اقترب تلتين سنين يعني سوبرمان ممكن كمان شوية ننسان نفتش على سوبر وومن ممكن باغنية تانية بس هون انه الاغنية هاي صر لها من الثمانينيات والسبعينيات حتى اول ما كانت ببرامج يعني بسيطة تطلع على التلفزيون كاستضافة فنان يعملوا لها فيديو كليب بالمسرح نفسه بعد عايشة القاني بعد يومين لليوم مش هتنازل عنك بتنازلوش عنها المستمعين والمشاهدين دائما بدهم يطلبوها وعن العدس للينا تنازل عمدا بنرجع لمطبخنا لناخد شويك حطلنات وإحاطة باللي عم بيصير حاليا الأكل الفلسطيني هو أكل سهل للطبخ غير انه مفيد فيه كل الإفادة فيه زيت الزيتون بصل ثومي كرع عدس هاي مكونات الطبخة اللي انه سهل طبيخه هسه أنا بطفي عليه في الماي بعد ما دبلت هون بالماء نحطينا كمان مرة بصل عدس وعدس والقرع دبلت هن شوي بدي أطفي عليهم في الماي أغمر هن وبيدي أخليه يستوي لحاله وباخدش كثير وقت يعني نص ساعة ممكن ساعة إلا ثلاث بيكون هو جاهز إن شاء الله طبعا ندي أحط عليه ملاح فلفل إذا بتحب جوز الطيب كل واحد التعام اللي بيحبه وهيك بيكون جاهز هو بيكون مش شرابي بيكون يخني يخني صحتين وعافي لللي بدهم يوكروا اليوم مثل فادي نباتي فادي نباتي نستنى هتا نستنى شوي واللي عم بعمروا هنالطبفة ممكن يحضروا لهم حاليا صحن سلطة عربية على جنب بيكون كتير مني صحيح مع قليل زيت بس قبل ما ننتقل قليل زيت المرش أمير نصحكم المرش قبل ما ننتقل للخبر اللي بعده كمان لما حكينا انتقادات هاني شاكر كمان وجه انتقاد لا محمد رمضان إيش كان الانتقاد؟ انتقاد إنه هو أنا الملك يعني هاي إنك إنتي تقولي حكينا كتير على ألقاب أحيانا يعني هيك على الفيسبوك على كل هاي الشغلات إنه انت تعلني عن حالك مثلا الشاعر فلانا الشاعر فلان كتير ألقاب عم نشوفها انتقاده بمحله يعني لما انت تقول أنا الملك وكان كمان حفيدة فريد شوقي اللي هو The King يعني وحش الشاشة قالت يعني بعد فريد شوقي فيش ملك بلاش انت تقول يعني هاي الألقاب يعني هو أعلن عن حاله بهاي الأغنية وكتير انتقادات كمان على غناءه على أداءه يعني انت قليك بفنك خليك بالتمثيل خليك بالتمثيل بالزبط فكان كمان يعني من هاني شاكر هلقدي بعدين إشي حلو من هاني شاكر طلب من كل الملحنين والشعراء يكتبوا له دويت لأنه وعد إنه يعمل دويت مع نجوة كرم وهذا إشي حلو كتير إنه نسمع صوت نجوة الجبلي الجبلي بعد ما غنت مع وديع الصافي تغني كمان مع فنان مش من لبنان فنان مصري هاني شاكر نقيب الفنانين صوته الدافئ جدا الرومانسي جدا هالدمج بين الرومانسي مع الجبلي كيف رح يطلع فإشي حلو كتير طلب إنه أي ملحن أي فنان بحب يشارك بكلمات بألحان أنا جاهز جميل جدا على أمل بالفعل إلا يكون هذا العمل الفني غني بين الإسمين أما الآن فننتقل إلى الجميلة رابعة الزياد مظبوط جميلة وقالبة زي ما بقولوا لأنه قلبا وقالبا لأنه هي أول شغلة الفضائية السورية لنا يعني عم تأخذ هالوجه الحلو براس غريب من نوعه بتفكير غير شكل وتعمل معها برنامج أسمو لنا مع رابعة يعني حلو إنه رابعة موجودة غاد وكمان تعمل البرنامج جماهيري يعني مثلا صاروا مصورين ثلاث حلقات حلب طرطوس اللاذقية الجمهور استقبلها بحفاوي كبير كتير استقبلوا كمان النجوم اللي هنه مفاجآت بكل حلقة راح يكونوا معها استقبلوا كلها العالم استقبلوها بطريقة غير شكل وجود آلاف بتصوير حلقات بمكان مفتوح برا بداخل سوريا اللي بورجوا منه كمان منازر سوريا حلو كتير شو أحلى من هيك وهي إنساني قديري وهي إنساني قديري وفكرة إنه كمان لبنان سوريا مع بعض طبعا يعني تصور ثلاث حلقات مثلا بسوريا ثلاث حلقات بلبنان منه للمشاهد إحنا نشوف رابعة ونشوف ديوفها ونشوف المناظر بالخلفية إذا كانت لسوريا أو لبنان إشي أكيد الكل بحبه يعني اليوم اللي عم بزوروا لبنان برجعوا بيحكوا لنا قديش حلوة بالصور أحلى بالطبيعة يعني تكوني غاد هذا التواصل بين البلدين بالفعل مش بس جغرافيا هذا التواصل ثقافي كمان ما بنقطع ولا مرة مزبوط يعني فريد الأطرش سوريا و لبنان لما غناها قامت لإيامة بالمسرع أول مرة غناها يعني كانت بساط الريح وكل الأغاني دمج بين سوريا و لبنان إنه كان يقولوا يعني سوريا الكبرى إنه فيها البلاد هدو الموجودين اللي جنبع كل الأحداث السياسية إن شاء الله نقدر دائما نحافظ على هذا الامتداد الفني والثقافي إذا بتنتبه حتى المأكلات اللي عم نحكي هون على المطبخ الفلسطيني بتتشابه طبعا سوريا حتى بمثلا باب الحارة في كتير أكلات إنه شو هاي معناها بتطلع إنه بصرنا ندور عليها بتطلع إنه بتشبه مثلا أكلة إنه كنا متعودين عليها بتزغر مثلا ستنا كانت تعملها أو إمنا كانت تعملها صحيح جزء تاني لمسلسل جزء تاني مضبوط جزء تاني لمسلسل الشارع اللي ورانا يعني هون بتكون وين بتكون بالصداقة بالعيم صحيح الشارع اللي ورانا مسلسل حلو كتير وحطوه قبل رمضان هديك السنة ولقى كتير نجاح كل الناس بتقول إنه يلا بلشوا يصوروا الجزء التاني بتقولهم بعد لا حدا حكى معي بالنسبة للجزء التاني فاش حكي أساس حديث على انتوا طلعتوا يعني إن شاء الله يكون بأنه يكون جزء تاني أنا بقول لما بتطلع زوبعة هيك ممكن إنه المنتجين والكتاب يتحمس ويعملوا جزء تاني هي بتقول أنا عم بدرس حاليا فيلم يعني ما قليش على قلاب بالشارع اللي ورانا ولا اللي قدامنا اللي قدامنا هو فيلم رح يكون فيلم للوب لوبا وفلامها معروفة دايما تختار بتأني مش مهم أكون متواجدة دايما على الساحة يعني رح تدرس السيناريو كتير إذا ملائم لدورها ولا عمرها اليوم من لوب لوبا مش اللي كانت كوميدياني وتقلد وكل هاي الشغلات اليوم صارت تاخد دور أمومي دور زوجة مثلا رجل مهم بطريقة كوميدية مع عادل إمام يعني شغلات بس بعدنا منحب كمان ومنفضل ربما هاي الأسامة مثل لوب لوبا أو عادل إمام مصبوح منحب نشوفهم بالسينما أكثر ومع بعد أنا بحب أشوفهم مع بعد الثنائي أنا لقيت عادل إمام في كيميا كيميا مخيف في بعدين هي بتيجي بطريقة كمان الكوميديا اللي داخلها هي كمان تتقمص شخصية معايا زي ما كانت تقلد يعني زي ما كانت تقلد يعني زي كانت حكينا على فايزة أحمد لما قلدت فايزة أحمد يعني صحيح نسخة طبق الأصل كانت عنها وغيرها وغيرها جميل جدا هيك فقرتنا مع المطبخ وين صارت نحو نجهزنا الطبخة خلاص خلصت خلصت الطبخة الريحة حلوة كتير طعم أزكى أكيد قسا منذوق هيك بعد البرنامج إذا انتبهتوا أنه أنا بحرك هاش عشان أخلي القرع نوكله زي ما هو بحطه قطع كبيرة نستمتع بأكلته هي بهذا الشكل والقرع دعطيش طعمي أو نكهة شوي حلوة هو في حلاوة إحنا بنملح بنحط في الفل بنوازن بتوازن بالزابط اليوم الأكل المالح والحلو مشهور يعني مطلوب أو الحامض حلو مظهور فإحنا مطبخنا الفلسطيني ثاري ملان ملان أكلات ممكن نصغلها والنافس العالم فيها يعني هاي بنفعش نقولها مجدرة قرع لا لا هي عدس وارع عدس وارع صحيح وعافية سلم إذاكي جميل جدا يعطيك ألف عافية وطبعا شمال الريحة شوي ورح ندوء إنكها إذاكي يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كان حكيت صحيح من القرمان يعطيك ألف عافية وأيضا منشكر الزميل الإعلامي بسيم دموني على مشاركتنا كل هاي الأخبار أخبار الفن والفنانين